السلام عليكم شيخ وليد وعليك السلام شيخ بارك الحمد لله والله طبعا شيخ وليد انت صاحب فضل عليك الحمد لله تفضل دول الشام انت وانت بليك مع الطريق الصحيح الحمد لله طريق محمد والمحمد صح؟ طبعا صح طيب تفضل اتفضل يا بنت شو يعني جاي تبين ان يعني الدين سني يعني كل باز بينت يعني التفاهته تفاهته كم بيانت ايو صح 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 انا هقول لك بص هبين لك تفاهة الدين دلوقتي عندك مفيش مشكلة بص يا اخواني خليه على الخط وعر الخط قص الحيل الهابلة دي ما انا ما اعرفها الحيل الهابلة دي بصي بقول لك ايه باب في النهي عن الاسم باب في النهي عن الاسم تمام يعني على اسم المهدي بصوا بياء بصوا يعني عشان تعرفوا ان يهود فعلا الي كتبوا الديانة الشيعية يهود فعلا اللي كتبوا الديان الشعية اضحكوا بس في السر شوية يعني اضحكوا كل واحد يضحك في السر شوية حبيل لكم التفاهة بتاعت الدين الرافضي وكيف ضحكوا علي يقول لك ايه الى اخر مش مسكنا عن محمد عمان ذكره عمان مش عمان لا 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 قال سمعته ابا الحسن عسكري عليه السلام يقول الخلف من بعد الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف فقلت وليما جعلان الله في هداك قال انكم لا ترون شخصه المهدي مش هتشوفوه ولا يحل لكم ذكره باسمه ذكر باسمه فقلت فكيف نذكره فقال اقول الحج من اهل محمد صلواته الله عليه وسلامه لذلك يا اخوانا لما تلاحظوا ان يقول لك ايه ابو صالح يقول لك المهدي لكن ما يقول لكش محمد بن الحسن عسكري ليه بقى ليه بقى ده اللي احنا هنعرفوه يعني البداية كده ماينفعش تقول محمد بن حسن عسكري ماينفعش تقول ابن محمد بن حسن عسكري لكن تقول ايه الحجة من آل محمد لذا دايما تسمع الشيعي يقول لك الحجة الحجة عجل الله فارجة الحجة ما يقول لك محمد بن حسن عسكري طب ايه السبب هنعرف ايه السبب تمام عن علي بن محمد عن ابي عبدالله الصالح قال سألني اصحابنا بعد مضي ابي محمد بن محمد علي السلام ان اسأل عن اسم ما كان فخرج الجواب فخرج لهم الجواب خرج من يين بقى مش مشكلة خرج من البحر خرج من التلعة خرج من الأرض نزل من السماء مش مشكلة إن دللتم على الإسم أذاعو وإن عرفوا المكان دلوا عليه يعني انت لما تقول محمد بن الحسن عسكري فانت كده كأنك بتدل على مكانه لما تقول محمد بن الحسن العسكري الناس هتزيع كلمة محمد بن الحسن العسكري فلما تزيع محمد بن الحسن عسكري هيعرفوا مكانه شفتوا أنا لو كنت شيعي كنت لطمت أنا لو كنت شيعي كنت لطمت خيالوا أنا لو كنت شيعي كنت لطمت من الهبل اللي في كتب الشيعة بيقولك ما تذكرهش باسمه ما تذكرهش باسمه آه لكنه ذكره باسم الحجة من آل محمد أو ذكره باسم أبو صالح طب ما هي شوية أغبية من لو قلت الحجة ما هو معروف من الحجة اللي هو محمد بن حسن عسكري ولو قلت الحجة من آل محمد طب ما هو معروف من حسن حسن عسكري يعني كأني قلت اسمه بالظبط زي بالظبط واحد اسمه إيه اسمه إبراهيم وبيدلعوه اسمه يقولوله يا تامر فلو قالوا تامر ما هو عارفين أنه هو إبراهيم ولو قالوا إبراهيم عارفين أنه هو تامر يعني إيه الجديد انه نفسها مت جديد يعني وبيقول لك ما تقولش اسمه ليه لو قلت اسمه اذاعو اهو يا اخوان فخرج الجواب ان دلتم على الاسم اذاعو وان عرفوا المكان دلوا عليه طب عيدل عليه ازاي يعني مهدي وعنده كل ده ومش عارف يتخفى حتى كمان انت خفي محتاج ان الناس تساعدوا فيه عشان الجند العباسي ما يلاهوش خربت اللي وضع لكم الدين الله بلده بيقول عن عدة من اصحابي عن جعفر بن محمد عن ابن فضال عن الريان ابن الصالت قال سمعتوا قبل حسن الرضى عليه السلام يقول وسئل عن القامل فقال لا يراج اسمه ولا يسمى اسمه لا يراج اسمه ولا يسمى اسمه ادي الدينة الديانة الشعية على اكمل وجه الله اكبر طيب اللي بعده قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال صاحب هذا الامر لا يسميه باسمه الا كافر يعني تسأل الشعي كده تقول له اسمه ايه يقولك محمد ابن الحسن عسكري يقول له يا كافر امشي يا كافر ما يسمهوش باسمه ولا كافر تخيل ايه والله والله دين الشيعة الله بل اللي جاي يقولك انت عرفتني اللي مش عارف ايه ادي انا بعرفك زيادة وايه يا ابن يا عم دا لان اجبت بنتي الصغيرة عائشة وقلت لقى اكتبي دين حتكتب دين احسن من دا اهو قال صاحب هذا الامر لا يسميه باسمه الا كافر وفي رواية يا اخوانا بس انا مش عارف فين بس عجبة ان شاء الله يقولك ماتقولش محمد كده قول ميم حميم دال قول ميم حميم دال ماتقولش كده قول ميم حميم دال يعني لما قابله واحد يقوله هو الحج اسمه ايه يقولو ميم حميم دال يقول له ايه ميم حا ميم دال ويبقى كده ما ننطقش اسم الحجة وكده الحمد لله دخر من خرج من الكفر الى الايمان لا والسند صحيح السند صحيحه السند صحيح يا ربي يا ربي دي الشيعة ايو يا ابني اتفضل يا ابني اتفضل يا ابني شفت التفاة يا لا شفت التفاة على اصولها طيب يلا بعد ما شفت التفاة بقى يلا روح روح لطم لك شوية وتعال